بسم الله والحمد لله والصلاة والسلامة والأهتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه السائل الكريم يسأل عن حكم الصلاة بين السواري نقول الصلاة تكون أحوال الناس فيها إماما منفردا أو جماعة الإمام والمنفرد لا بأس أن يصلي بين السواري لأنه صحف البخاري المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعف وصلى بين الساريتين يعني إذا كنت إماما أو منفردا لا بأس إن صليت بين السواري أما إذا كنت جماعة فالصلاة بين السواري على حكمين التحريم أو الكراها قالوا لماذا التحريم؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصف بين السواري فقالوا نهي هنا يفديش التحريم والكراها يقول أنه كنا نطرد عنها طردا أولونها عن الصلاة بين السواري رأوه الحاكم في المستدرك والذي قال بالتحريم جلة من العلماء ومن المعاصرين رحمة الله على الجميع الشيخ الألباني رحمة الله عليه وإما قال بالكراها من المتأخرين رحمة الله على الجميع الشيخ الفوزان ثم قالوا إذا ضاق المسجد هذا إذا كان لغير حاجة ثم قالوا إذا ضاق المسجد فلا بأس أن يصلى بين السواري كما قال مالك في موطأي رحمه الله لا بأس أن يصلى بين الأساطين يعني السواري الأعمدة إذا ضاق المسجد فأقل أحوالها هي الكراها لغير حاجة وإذا كانت هناك حاجة وضرورة فالضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها نسأل الله لكم التوفيق والسداد صعب بن حمد عليه وصحبه وسلم